ويا بريس ويعود الى ملكيتها وفي السياق المتصل قال ديبلوماسي سابق في تغريدة على التويتر ان الكتاب الذي قدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى البابا فرانسيس ربما كان مسروقا من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية واوضح ذات المتحدث يشير الطابع بوضوح الى ان الكتاب الذي منحه الرئيس الفرنسي للبابا فرانسيس كان من ممتلكة مكتبة تابعة للجامعة البولندية في لوفوف بعبارة ملطفة انه امر محرج انه امر محرج حقا من وجهين ان تتكلم فرنسا في السلام وان تهدي كتابا مسروقا لبابا الفاتيكان